أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث مخصصها لمناقشة في قيام المجلس لانتقال بالاستيلاء على أموال كانت في طريقها إلى البنك المركزي أدان البنك المركزي اليمني قيم قوة تابعة للمجلس لانتقال المدعوم من الإمارات بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن أوضح البنك في بيان بأن القوة قامت بالاستيلاء على الحاويات التي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك محذرا من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات ومحملا مرتكبها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك أما الانتقال فقد برر فعلته عبر بيان أصدرته ما تسمى باللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للجنوب بالقول أنه تحفظ على تلك الأموال لأنها طبعت دون غطاء وهو بهذا الفعل أي اختطاف الأموال يصلح مسار عمل البنك ويمنع انهيار العملة نتوقف مشاهدين عند هذا الخبر لنناقشه في محورين تابعات قيم المجلس لانتقال باختطاف أموال البنك المركزي وما الهدف من ممارسات الانتقال لهذه الأفعال المقوضة لهامش الدولة في العاصمة المؤقتة عدن قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود مرة أخرى يعترض المجلس الانتقالي طريق الرواتب القادمة إلى البنك المركزي ليقوض ما بقي من هامش بسيط للدولة في العاصمة المؤقتة عدن البنك المركزي اليمني أدان قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن وحذر البنك من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات محملا مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك أما الانتقالي فقد برر فعلته عبر بيان أصدرته ما تسمى باللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للجنوب بالقول إنه تحفظ على تلك الأموال لأنها طبعت دون غطاء وهو بهذا الفعل أي اختطاف الأموال يصلح مسار عمل البنك ويمنع انهيار العملة كما أضاف في مصفوفة المبررات التي قدمها أن البنك يعمل بصورة خاطئة كونه يقوم بإرسال أموال الموازنة لبعض المحافظات المحررة مثل مأرب والحديدة وذاك فعل غير مقبول من قبل المجلس الانتقالي كثيرة هي التفسيرات التي يمكن قولها عن هذه العملية لكن الأبرز فيها أن الانتقالية مصر على إنهاء أي وجود للحكومة الشرعية عبر هذه الممارسات التي من شأنها القضاء على البقية الباقية لحضور الشرعية الهاشة في عدن لنقاش أوسع ينضم إلينا القياد السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني وأيضا الكاتب الصحفي سلمان عسكر من أبهى مرحبا بكما ضيفي وأبدأ معك سيد عادل إذن كيف يمكن تفسير قيام الانتقال باختطاف أموال البنك المركزي للمرة الثانية منذ إعلانه الإدارة الذاتية للجنوب السلام عليكم تحية للفاقات الكريمة والسادة المشاهدين أهلا بكم الذي فعل الانتقال اليوم هو ضمن سلسلة العبت الموجود في عدن ليس هذا بشيء جديد ولا مستقرب هؤلاء أمر حرب هؤلاء لا يعترفون بالدستور ولا بالقانون ولا بالجمهورية ولا بالحكومة فليس بمستقرب عليهم أن يقدموا على هكذا والمبرر الذي سوقوه أنهم تحفظوا على هذه الأموال بغية الحفاظ على انهار العملة فكان بإمكانهم أن يقوها في الميناء خاصة أن الميناء القوة التي تحرص الميناء هي قوة تابعة لهم لا توجد أي قوات للشرعية فكان بإمكانهم أن لا يسمحوا للأموال ابتداء من الخروج من الميناء لكنهم ذهبوا بهذه الأموال واحتفظوا بها في مقر عسكري في فعلها لا نسبق لها من قبل أموال 80 مليار أن توضع في مكان عسكري ومن ثم خرجت بعض الأموال وقد ثبت لدينا أنهم أوصلوا بعض الأموال إلى جبهة أبيع أيضا من ضمن المبررات التي ساقها الانتقال في البيان أن البنك يرسل هذه الأموال إلى فروعه في الحديدة ومارب ما هو الخلل برأيك في تصور الانتقالي الخلل أن هذه عصابة هذا تخصص وزارة المالية ليس تخصص أي أحد هذا أموال الشعب هذا أموال الموضفين ولا زالت الناس في دولة واحدة والموضفين في أدارة واحدة وفي وزارة واحدة فلا يمكن الفصل بين أي محافظة ومحافظة فمارب هو الذي يورد إلى البنك المركزي وكذلك أيضا يعني العائدات من البنك للموضفين ببنك عدم تذهب إلى مارب وغيرها من المحافظة هذا عملية لازمة عملية في أطار وزارة المالية في أطار العمل المالي هذا عملية ليس فيها أي خلال ليس فيها أي شكل ولكن هذه أعذار وأوهام يصنعها المجلس الانتقالي لشرقة هذه الأموال تفضل بالبقاء معي سيد عادل أرحب بك ضيفي سلمان عسكر إذن برأيك من أين يستمد الانتقال قوته لعمل كل هذا العدف في العاصمة المؤقتة وتقويض وجود الدولة والشرعية بداية أحييك سيدتي أحيي ضيفك لستدعاد أحيي متابعي قناتكم بالقيس أمر مؤسف ما يحدث بصراحة قبل أن نبحث من أين يلقى هذا الدعم يجب أن نقول أن هذا العمل بصراحة يعني عمل عصابي هذا العمل يعني دائما نحن نتهم الحوذيين بنهب الأموال ومحاصرتها وسرقتها وما حدد من سرقة البنك المركزي في صنعها لماذا نقل البنك المركزي من صنعها إلى عدم هذا هو السؤال المهم الذي ستنحدر من تحته عدة أجوبة تم نقل البنك المركزي في العام 2016 لسبب رئيسي وهو نهب الحوذيين مكان في هذا البنك والتعامل تحت غطاء البنك المركزي الدولي اليمني مع الدول الأخرى وطباعة الأموال والعبث بالريال اليمني حتى وصل إلى أدنى مستويات أنتكل إلى عدن ليصبح تحت مظلة الحكومة الشرحية وأن يكون أكثر أمانا وأكثر سهولة ومرورة في القيام بأعمالهم هام ما كان بالأخوة وأنا أسميهم يعني بالصراحة إصابات ما حدث هو نهب ومهاجمة وتسلط على أموال اليمنيين وبهذا الأمر لا نستطيع أن نضع فارقا أو حاجزا بينما كان به الأوذيين في صنعاء وما كان به بعض العصابات المتمردة في عدن وأنا أقول الآن متمردة لأننا كنا نتمنى أن يلتزموا جميعا باتفاق الرياض هذا ما من شانه المجلس الانتقالي أما من شان الحكومة الشرعية المترهلة بصراحة كان يجب أن تكون أكثر قوة وأكثر تماسك وأكثر حفاظا على أموال اليمنيين البنك المركزي هو في كفتها ولها صلاحية تتصرف سواء من حيث الحماية الأمنية للبنك أو من حيث حماية موطفيه أو أمواله أو ما شابه ذلك للأسف سيد سلمان ألا تعتقد أن المجلس الانتقالي يستمد قوته من رضا الأطراف الرعية لاتفاق الرياض؟ والله أنا لا أستطيع أن أوجه التهم لأحد يعني ما لم يكن لدي دليلا قاطعة يثبت ما يحدث أو ما يدور يعني البعض يقول المجلس الانتقالي متواجد في الرياض في الإمارات المتحدة لكن يعني ليس دليل أن نقول من الإمارات أو ما شابه ذلك كثير من أعضاء المجلس الانتقالي ينتقلون ما بين الرياض ودبي لكن هناك أشخاص يعبثون بالواقع هناك أشخاص غيروا للأسف مسار اتفاق الرياض إذا كان الحكومة الشرعية إلى الآن يعني دعينا نتكلم بعقلانية قليلا لم تلتزم بأبرز بلد في الاتفاقية وهو المناصفة الشرعية بين الانتقالي والحكومة الشرعية إذن هناك يا سيدتي خط مفقود أو طريق بايع وتائه بمعنى أصح ما بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وفي الأخير الضحية هم الشعب اليمني يعني أنا أسأل المجلس الانتقالي لماذا هذه الممارسات؟ يعني ما عليش؟ إحنا نعلم أن الحكومة الشرعية لم تقم بالدور المطلوب والمناطر إليها بالشكل الصحيح فهل تزيد أن تلعبت عبتها؟ كان يجب وكان من الأحرى بعيدا عن من يدعم هذا المجلس أن يكون هناك عقلانية في الأمر أن يكون هل نريد أن نشاهد عدن تائهة ضائعة مثل الصنعاء؟ هذا ما لا نريد جميعا لا أنا ولا أنت ولا المشاهدين يعني كان يجب من هذه من يدعي حماية أموال الشرعية في الصنعاء؟ لم تتهب بعد ولم تضع حتى الآن؟ نعم رغم العبث الحاصل على الأرض؟ لا هي الآن في المسيرة في طريق العب أليست ميليشيا المجلس الانتقالي هي من تختطف مؤسسات الدولة هناك؟ ولذا أنا أحب أن أشير وأؤكد أن هذه المؤثرات أو هذه النقمات التي تحدث داخل مناطق السيطرة الشرعية وخاصة في العاصمة عدن هو أمر قد يسبب كارثة كبيرة على مستقبل أي اتفاق يمني مستقبلي وأنا أكرر وأؤكد على هذه العبارة إن ما يحدث في الجنوب هو أخطر عبثا من ما يحدث به الحوثيين في الشمال إذا لم تعاد الأمور إلى نصادها وتقبض بقوة وإلا فإن الوضع سيزداد خطورة أكثر نوجه رسالة إلى الأخوة في المجلس الانتقالي أن لا يعيد الأمور إلى المربع رقم وان وأن يتم بالعكل إعادة الأمور وترتيبها بشكل أفضل ومنطقي وفي المقابل أيضا حتى لا نحمل المجلس الانتقالي كل شيء ونرمي أمام المجلس الانتقالي كل شيء على الحكومة الشرعية أن تتبدل بعض الوزراء وأنا لا أقول الكل بعض الوزراء الذين هم غير مؤهلين أن يصبحوا حتى يعني بصراحة لم نريد أن نسيئ لهم لأن لم نجد منهم ولم نلمس شيئا لم يقدموا وزراء الشرعية شيئا يا سيدتي أنا أريد وزير واحد في الشرعية يقول أنه قدم لليمن شيئا واحدا من دعين في العام 2016 نعم سيد سلمان لكن الشرعية بكاملها مختطفة في الرياض من رئيسها حتى أصغر وكيل فيها أو أصغر وزير فيها لا أتفق مع كلام أنها مختطفة لماذا تم منع الحكومة إذن من العودة إلى عدن لم تمنع الوزراء يا سيدتي أنت تسألين وأنا أريد أن أجيب بكل ملتاقية وأنا مسؤول أن أقول لكن لم تهيي الأرضية في عدن أو في أي مناطق تحت سيطرة الشرعية لعودة الحكومة إليها عهد الكثير إلى مأرض فما بانك بعدن البعض استكرى وأرتاح ويعني يريد أن يبعد عن الأجواء الاشتباكات وعن الحديث وعن مهامة وعن المسؤوليات أغلب وزراء حكومة الشرعية متواجدين في عدن والبعض في الأردن والآخر في مصر وبعضهم في دول غربية يعني هذا كيف تريد لهؤلاء الوزراء أن يحققوا نجاحا وهو لا تؤقل جلسات وزراء تفضل بالبقاء معي سيد سلمان أعود إليك سيد عادل إذا كنت قد استمعت لنقاش ضيفنا سلمان من أبها لربما لم يحمل لانتقال مسؤولية نهب الأموال وأيضا من خلال كلامه وجه أو حمل جزء من المسؤولية للحكومة الشرعية كيف أنت تنظر لكلامه لا بالعكس في مقدمة كلامه كان كلام جميل وواضح وأنه قال أن الانتقال أصبح الوجه الآخر للحوثي يعني كلام شجاع وأحيي أنا على هذه الشجاعة وأتمنى أن يكون الموقف السعودي الرسمي لأن الأخ ربما لا يكون لا يمثل الموقف السعودي الرسمي إذا صدر هذا من الموقف السعودي الرسمي أن الانتقالي هو الوجه الآخر للحوثي حين إذن أنا أقول لك أن الأمر فيه تقيير واضح وقدري لكن أنا أريد أن نبه الأخ وربما لم تصل هذا المعلومة أن القوة التي تحرس البنك ليست قوة يمنية القوة التي تحرس البنك هي قوة سعودية خاضع أهلها بعض الشباب العدانية غليلة بالأفراد لكن القوة الحقيقية التي تسيطر على البنك المركزية هي قوة سعودية القوة الحقيقية المتواجدة في مطار عدد الدولي هي قوة سعودية حين كانت الإمارات العربية المتحدة موجودة في عدن وحدثت الأقتيالات وحدثت الفوضى والسجون السرية وضلق السيلة الزباء يعني حتى السعودية وقلت نفسها في موضع المحرك فأخرجت الإمارات أخرجت الإمارات من عدن واستمرت بقوة سعودية وحين إذن استبشر الناس قالوا عساه لعل أن الوضع في عدن يتغير لكن هنا تسأل الضيخ ما الذي عملت القوة السعودية اليوم الانتقال الإماراتي يعمل هذا العبد في عدن على مرة أولى لكن المرة الأولى القوة السعودية المتواجدة في عدن هي من أعادت الأموال التي نهابها الانتقالي هل تعتقد أنها ستعيد هذه الأموال للمرة الثانية؟ نعم ستعيدها ولكن للأسف الشديد بعد أن يأخذ الانتقال الإماراتي المبلغ الذي يريده قلت فرص وقد ثبت لدينا أنهم قد أوصلوا الشحن الأولى إلى أبيان إلى المكان العسكري هم في حرب هم يحتاجون إلى المال كان القرض هو الحفاظ على المال كما ينتعي الانتقالي فلا بقيت الحاويات في الميناء ولما سمحوا بخروجها لكن إخراجها إلى معسكر تابع لهم هذا يدل على أن الأمر في قنيمة أسرة ألا ترى بأن الانتقال يستخدم كل الوسائل للإطاحة بما تبقى من الشرعية داخل عدن؟ الشرعية لم نعدها أي تواجد في عدن القوة الحقيقية المسيطرة على عدن هي قوة الانتقال وموجود قوة عسكرية السعودية استجلت بالقوة الإماراتية الشرعية أخرجت من عدن في ديسمبر ونصف اتفاق الرياض على عودتها إلى عدن وبالمناسبة كما ذكر الآخر أن هذه المناسبة هذا غير صحيح بند اتفاق الرياضي نصف على المناسبة بين الشمال والجنوب يعني الحكومة تكون نصفين نصف من المناطق الشمالية ونصف من المناطق الجنوبية يعني ذلك أن الانتقالي سيحصل على حصة من المناطق الجنوبية نحن أبناء المحافظة الجنوبية الرئيس المناطق الجنوبية وزير الداخلين المناطق الجنوبية يعني ستكون حصة يعني بشكل أقل مما يتصور الأخ الضيب ثانيا الاتفاق الرياض مزمن يا أخي العزيز لا يحق للحكومة الشرعية هو لأي أحد أن يقفز إلى البند السياسي قبل تطبيق البند العسكري الذي ينص عليه اتفاق الرياض الأشياء مزمنة الحكومة لم تتجاوزها والذي تجاوزها والذي رفض أن يشلم السلاح ويرفض أن يندمج جيوزات تباع الداخلية لجماعة الانتقالية شكرا جزيلا لك القياد السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني أعود إليك سيد سلمان إذن لماذا لا يتم الضغط على الانتقال ومنعه من افتعال الأزمات وتعطيل عمل البنك أولا دائيني فقط أصحح نقطة للأخ عادل عندما يقال أن القوات السعودية هي من تحمي البنك المركزي هذا الكلام وهذا الموال دائما ما يكرر تعلمين أو تذكرين أحداث قوات الحزام الأمني في عدل يقال أنها تابعة للقوات الإماراتية المتالة السعودية يعني هذا الكلام غير صحيح أو غير دقيق بمعنى أصح هذا جانب النقطة الثانية التي تريد أن يجعلها دائما يقال نقطة المجلس الانتقالي الإماراتي دائما نريد أن نضع النقاط عن الخروف وأن نقول الحقيقة لكي نوصل إلى المشاهد بما يدور على أرض الواقع أنا أقول المجلس الانتقالي ما حدث من أو ما حدث من هذه الإصابة التي حدثت تنى بالأموال هو أمرا خطأ الخطأ يجب أن نقول لا خطأ كان هناك أكثر من وسيلة وكان هناك أكثر من طريقة وحماية الأموال نعم إذن سيد سلمان من بإمكانه إيقاف هذا العبث من بيده منع الانتقال من استمراره في عبثه ضعيني أضع لك أن ما يحدث في اليمن كاملا شماله هو جنوبه وشرقه وغربه يضع الحليم حيران لا يعلم أين الحل وأين مستاح الفرج الآن أمام اليمنيين كلهم أنا وأنت وكل جميع عدو مشترك وهو الحودي وإذا يجب أن نوجه السهام إليه وأن نحافظ على اللحمة الوطنية بين كافة الأحزاب والشرائح اليمنية الذي يحدث الآن في الجنوب وأنا أكرر إشارة أني لما تحدثت إليه قبل قليل بأنه مؤشر خطير على أن الأوضاع في اليمن ستتجه إلى الهاوية وحينها لن ينفعلها اتفاقيات لأن إلى الآن الحوديين يبحثون عن مثل هذه الأحداث والمشاكل ويجرعون مثل هذه الفتن ألا تعتقد سيد سلمان أن هذا الوضع الذي وصلنا له والمحير كما ذكرت هو نتيجة أن التحالف فقد موصلته في اليمن لا أنا أذكرك سيدتي وأذكر السادة المشاهدين بأن الأيام القريبة القادمة لن أكذف عليك الآن عدن تعيش حالة فوضى ولا أريد أن أقول فوضى كبيرة لا ولكن فوضى بمثل هذه الأحداث يريد البعض أن يضع أن يضع منها أكثر مما يحدث في الصمع لا أنا أقول لا زالت الأمور في عدن تحت السيطرة هناك أحداث بسيطة ولكن نتمنى أن لا تصل إلى أحداث كبيرة تحت سيطرة من سيد سلمان فضلي تحت سيطرة من أنت ذكرت أن الوضع في عدن تحت السيطرة سيطرت من بالضبط سيطرة التحالف سيطرة التحالف سيطرة التحالف مع نهر هذه الأموال تحدث مثل هذه الأمور مأربة التي كانت هي القبضة الأولى للتحالف هل نفهم من خلال كلامك أنه سيتم إعادة هذه الأموال إلى البنك المركزي نعم ستؤاد وكنا نتمنى أنها لم تنهب بهذه الطريقة أو تسعب بهذه الطريقة إذن من المستفيد؟ يجب سيدتي يجب إلى الآن أن نضع احتمالا ضمن الاحتمالات بأنه قد يكون هناك سبب لا أعلمه أنا ولا أنت ولا المشاهدين مما جعل هؤلاء يقوموا بإذعين بالتحافظ بهذه الأموال لا نقول نه عندما يكون هناك سبب صريح إذا ظهروا بسبب واضح وصريح فقد يكون العذر معهم إذا لم يظهروا بسبب واضح وصريح فاسمعي لي أن أقول بأن هذه العملية هي عملية إصابات إرهابي نعم إذن دعني أشرك معنا في النقاش من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع مرحبا بك معنا سيد عبد الناصر إذن من الذي يرمي إليه الانتقال من اختطاف هذه الأموال وهل للأمر علاقة بالمفاوضة على تصريف هذه الأموال مثال خير وتحية لك يعني ما قام به الانتقالي هو تحسي الحاصل الوضع على الأرض الوضع على الأرض والانتقالي سيطر على عدم عسكرياً وأمنياً وسياسياً أيضاً وبالتالي هو يمارس السلطة ويريد أن يستفيد الأموال في الأخير هي عصب الحياة عصب العمل وبالتالي سيطرته على الأموال ستجعله قادراً على أن يتحكم بعاداً يتحكم بالبنك المركزي وهذا نتيجاً الحالة الاهتراء الشامل الذي تشهده هذه المناطق وتحديداً عدن لأنه لو كان هناك سلطة ما تضبط الأمور وهنا نتحدث عن سلطة التحالف والسعودية تحديداً أصبحت هي الدولة المسؤولة عن عدن وعن هذه المناطق لما وصل الأمر لما وصل إليه لما تماد الانتقال وأعلن الإدارة الانتقالية لأنه تحدى في بذلك الشرعية تحدى أيضاً هداف التحالف التي يقول بأنه أتى لليمن من أجلها وما حدث اليوم هو تحسيل حاصل وأمر طبيعي كان من غير الطبيعي أن لا يحدث مثل هذا نعم ربما الآن الانتقال يساوم من خلال حجزه هذه الأموال يساوم بأن يأخذ حصة كبيرة من هذه الأموال هم يشكون بأنهم لم يعودوا يستلموا رواتب من الإمارات وبالتالي هم يريدوا أن يفرضوا أمر واقع وأن يستولوا على هذه الأموال لكن حصيلة هذا الأمر معناها أنه ليس هناك من سلطة حقيقية سلطة شرعية تسيطر على أهم عصب من عصب الدولة وهو البنك المركزي والأموال عندما تبقى الأموال تحت سيطرة الجهة غير شرعية في هذه الحالات تصبح الشرعية هي تابع لهذه الجهة وليست هي المتحكمة بالأمر سيد عبد الناصر إذن من ضمن مصفوفة المبررات التي ساقها بيان الانتقال هو أن البنك يقوم بإرسال أموال إلى مارب والحديدة ما منطقية هذا المبرر برأيك طبعا من النحية القانونية والشرعية الانتقالي هو كيان غاصب للسلطة لا يرسلك أي شرعية وبالتالي هو لص في الأخير يعني العمل الذي قام به عمل من عملة نصوصية وبالتالي لا نحاسب لص لماذا قام بهذا العمل نحاسب الطرف الثاني الذي سمح له بأن يمارس هذا الأمر الذي سمح بإبقاء البنك المركزي مفتوح وتحت رحمة هؤلاء 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 يقولوا أن هذه الأموال تذهب إلى الفريدة أو تذهب إلى مارب هو مشي مسؤوليتهم وليس من اختصاصهم وليس من حقهم أن تذهب هذه الأموال بالأول والأخير هذه أموال الشعب اليمني من أكساه إلى أكساه ليس من حق كيان ما أن يطالب وأن يحجز أموال ويقول حجزها لأن هذه الأموال ستذهب لهذا الطرف أو ذاك هذا ليس من حقه هو من حقه كمواطنين من حقهم أن ينتقلوا فساد أو ينتقلوا سوء تصرف لهذه الأموال لكن هذه أعمال من أعمال اللصوصية من أعمال البلطجة من أعمال فرض أمر واقع على الجميع لكن كما قلت لك المسؤولية تقع على عاتق السعودية لأنها هي الدولة الوصية هي الدولة المسؤولة عن عدن والمسؤولة عن هؤلاء رغم أن هؤلاء أيضا هم يتبعون الإمارات ولكن السعودية الأول والأخير هي المسؤولة الأولى عن التحالق وهي القادرة على الضغط على الإمارات لتلجم هؤلاء وقادرة أيضا أن تعاقب هؤلاء إذا أرادت نعم ودعني أعود بسؤال أخير لسيد سلمان في نفس سياق ما ذكرت سيد سلمان كيف تجر الانتقال على اختطاف هذه الأموال رغم تواجد عيدروس الزبيدي في الرياض هل تلقى ضوء أخضر؟ لا لا أنا أوقف لك لأن اللواء الزبيدي أتى في زيارة بعيدة كل البعد عن ما يحدث في عدن أنا لازل سأقول هناك عصابات سيدتي قبل أن يعلن المجلس الانتقالي قرار قيامه بمجلس الجنوب كان هناك أحداث خطيرة في عدن لا أحد ينكرها فيجب ألا تتخالط الأمور ألا نخلط الحابل بالنابل من الذي كان بهذه العملية من الذي وجه هل هناك توجيهات في علم من المجلس الانتقالي سيد سلمان الانتقالي اعترف وأصدر بيان بأنه من تحفظ على هذه الأموال لعدة مبررات ذكرها في بيانه أنا وجهة نظري الشخصية ولا أمست الرأي يعني كما أصدت لك قيادة وما شابه ذلك هذا قرار خاطئ وهذا اجتهاد يعني سيعيد الأمور إلى مربع خطير جدا هل المجلس الانتقالي يمنع وصول هذه الأموال كما قال ضيفك العزيز من الأردن إلى مارب وإلى الحديدة وإلى غيرها يا سيدتي هذا اليمن بلد واحد كان الأول الامتغاب والغضب في الجنوب وفي بعض المحافظات أن البنك المركزي تحت سيطرة الحوذيين وأن الأموال ينهبونها ويعبثون بها ويتوزعونها فيما بينهم لذا تم القرار إرسال البنك وتحويلها إلى عدن فهل يتعاملوا بالمثل مع باك الشمال ما دم بالآخرين من إسلام المرتباتهم أو إرسال موارد إليهم هذا القرار خاطئ وسيعيدنا إلى مربع العنصرية بالأمس يا سيدتي نحن قصبانون شكرا من قرار الخمس سيد سلمان أعتذر عن مقاطعتك لضيق وقت هذه الحلقة سلمان عسكر الكاتب الصحفي كنت معي من أبهى أعود إليك سيد عبد الناصر بسؤال أخير ماذا بقي للشرعية من وسائل وإمكانات قوة حتى تفاوض بها مع الانتقالين سيد عبد الناصر هل تسمعوني إذن يبدو بأننا فقدنا الاتصال أعتذر المشاهدين عن هذا الخلل وأشكر ضيوفي في ختم هذه الحلقة الكاتب الصحفي سلمان عسكر كان معنا من أبهى والقيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني وأيضا كان معنا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة تحياتي وتحيات معين هذه الحلقة مهر أبو المجد كما هي لكم من الزملاء في الكنترول إلى اللقاء اشتركوا في القناة